مجد بلغيف بكل لوعة حكاية اليوم على وفاة ابوها الله يا رحمه كيفاش كان تحياته وان بعده لكن قبل ما نبدأه في التفاصيل أطلبه منكم عزائي المشاهدين على اشتراكه في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مجد بلغيف حكاية بحرقة كبيرة اليوم على فقدانه البوه وين كان حاضر في برنامج فكرة سامي الفهري مع الهادي زعيم على قناة الحوار التونسي وعلى سؤال اسأله له الهادي زعيم على والده اللي توفى الله يا رحمه وين عمه وين مجد بلغيف انهار من شدة البوكاء وقال بعد وفاة بابا مرضت وتعبت برشا ودخلت في إحباط حاد والإحساس هذا ما يعرفوا كان اللي فقد ابوه وهو جرح ما يبراش قال كان عندي صاحبي أخته تبيبة نفسانية كنت نعمل دي سيونس عندها قال أنا قاومت وحدي مع أمي واخوتي قال مجد بلغيف بابا ما شافنيش في التلفزة وكنت نتمنى إنه يشوفني ويفرح بياه كل مرارة اليوم مجد بلغيف حكاية على وفاة ابوه كان متأثر برشا حد البوكاء الله يا رحمه وينعمه انتو ما خلونا لكمونترم تحكم ما تنسوا الشاتع شتركوا في القناة وتفعل الجرس ليصلكم كل جديد